وصلت وزارة الداخلية حملتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 462 قضية تموينية بمضبطات بلغة 135 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 42 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 93 طن وفي مجال قضايا المخابس تمضبت 724 قضية من بينها 109 قضية خبز نقص الوزن و177 قضية خبز غير مطابق للمواصفات